أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من ملفات يا ترى إيه اللي بيجرى في سيناء وإيه اللي بيحصل في الأراضي السينوية دايما من شوية لشوية ومن يوم ليوم بتبدأ الأحداث تفرد نفسها في الفترة الأخيرة تصعدت الهجمات وحدثت في سيناء العديد من الوقائع أسفرت عن مقتل عدد من قوات الجيش والمدنيين كمان ده بيأتي في ظل حالة من التعتيم المستمرة على اللي بيحصل في سيناء بشكل غير مفهوم في أحدث التطورات وقع قصف مدفعي أصفر عن مقتل امرأتين الأخبار اتكلمت ونشرت هذا الحدث ويبدو أن حالة نشر الأخبار فيما يتعلق بالشأن السيناوي بتحظى بالكثير من التحفظ لكن اتقال وتنشر خبر عن مقتل مصريتين بقصف مدفعي في سيناء والخبر بتاريخ 18 مارس 2021 الخبر ده جاي بعد مقتل مجند من قوات الجيش وإصابة ثلاثة آخرين في انفجار عبوة نسفة جنوب الشيخ زويد في سيناء اقرأ الخبر هتلاقي بيصلت الضوء على واقعة بتقول أن في مجند اتقتل من قوات الجيش وأصيب ثلاثة آخرين في انفجار عبوة نسفة جنوب الشيخ زويد مقتل مجند وإصابة ثلاثة خلال الأيام اللي فاتت شهدت سيناء تصاعد لعمليات قتل وإصابة في صفوف قوات الجيش كان أحدثها مقتل النقيب حسين جمال من قوة التدخل السريع يعني في الآخر برضو المدنيين وأفراد الجيش هم اللي بيدفعوا تمن الصراع في سيناء طيب ده بيحصل في العلن في النور ولا في وسط حالة من التعتيم الإعلامي في وسط حالة من التعتيم الإعلامي على الأحداث هناك بل بالعكس في ترويج من جانب الإعلام في مصر إنه الأمور مستقرة في سيناء والدنيا زي الفل تعال نسمع كده ونشوف هل الدنيا بجد زي الفل بما أننا بنتكلم على فكرة إنفاذ القانون الإشاعات اللي طلع حوله إن إحنا بنخش نهجر يعني دموت الناس في بيوتها المدارس الصور الغريبة بتاعت الجزيرة إن العيال بتجري من القصف المصري في المدارس وده كان يوم جمعة يعني الحياة إنه حاجات يعني يعني حضراتك رضيتي في جزء مهم جدا على ده لكن أنا عندي إضافة بسيطة إن لا يمكن ما نتوقعش إن يكون هناك حملة إعلامية مضادة لهذا العمل العسكري والأمني حملة ستكون هي الأخرى منظمة حملة لبس مجموعة من الإشاعات لن تتوقف الحياة ربما بدأت بمسألة المدارس اللي هي بالأساس صدر قرار بإغلاق المدارس في شمال سيناء وانبالح الجمعة وانبالح الجمعة يعني الحياة ولا يوجد قصف في هذه الأماكن بالمطلق يعني تم إغلاق المدارس وخرج تصريح النهاردة بقرار من السيد وزير التعليم يخص مدارس شمال سيناء على وجه الخصوص خاص بالمناهج وخاص بالتعاطي مع آلية العمل لو هتوقف قد إيه وهيتم توزيع المنهج بأي صورة من الصور المؤسسات المختلفة اللي بتشتغل هي فهمة كواس جدا تتعامل مع الأعراض الجانبية لمسبة عزية العملية هتقدم لها دعم شكل ويه طبعاً الكلام ده كان تقييم للعملية الشاملة لو تلاحظ حضرتك ديلاميس وعى السي بي سي وبرنامج تاني خالص قديم كانوا بيقيموا العملية سيناء الشاملة 2018 واللي يبدو أنها خلصت من غير محد يعرف يعني لما تيجي تسترجع وتتبع الأحداث بتاعت العملية الشاملة هتلاقي فجأة كده كان فيه البيان رقم واحد البيان رقم اثنين لحد البيان حجة وعشرين ولا حجة وثلاتين وفجأة بقاش في بيان محدش طلع حتى طلع قالك نتائج وثمار العملية الشاملة محدش يعرف زي ما طلعت فجأة اختفت فجأة لكن مش بس كده عمر أديب طلع قال ان الصورة المتصدرة أو المصدرة عن الانتهاكات في سيناء دي صورة غير حقيقية وسيناء بتنعم بالمشروعات والتنمية وخلينا نسمع عمر أديب وهو بيتكلم عن سيناء ويصدر صورة وردية وجميلة خلاف ما يتم الترويج والتصدير ليه من إن في مشاكل لأن إحنا على طول سيناء مصدرين لنا فيها إيه إنه في قريتين فيهم مشكلة مش عارفين يسكنوا في خناها هو هي دي سيناء أي حد يديك صورة سيناء من بره أو يكلمك عن عملية إرهابية إنما الصورة اللي أنا شفتها النهاردة دي شيء مذهل مذهل أنا مش عارف طبعا إيه السؤال اللي كان هيسأله عمر بس هي دي الصورة اللي بيتم الترويج ليها في الإعلام المحلي الداخلي التقارير الدولية بتقول عكس الكلام ده خالص التقارير الدولية بتقول زي منظمة هيومان رايتس ووتش طلعت انبارح وطلعت تقرير حول عدد المنازل اللي تهدت وتهدمت في سيناء من 2013 حد النهاردة خلينا نستعرض كده جانب منه علشان نفهم هو الصورة حقيقية ووردية ولا مش وردية التقارير نشرته الخليجي الجديد وبيقولك ترقى لجريمة حرب رايتس ووتش بتقول الجيش المصري هدم 12 ألف مبنى من 2013 في سيناء أفادت المنظمة طبعا هذا النوع من المنظمات بيتم اتهامه والترويج بان هذه منظمات ممولة وعميلة وتريد ان تشوه صورة البلاد لكن هنرجع ونحاول نفهم يمكن احنا بنحاول نقول ايه هي اللي بيحصل وبنحاول نفهم هي الصورة عاملة ازاي منظمة هيومان رايتس ووتش قالت ان الجيش هدم اكتر من 12 ألف و300 مبنى سكني وتجاري 6000 هكتار من المزارع من 2013 حيث يواجه مجموعات مسلحة وقال نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة جو ستورك في بيان انه يتعين على الحكومة المصرية ان توقف الطرد التعسفي والهدم والاسراع بصرف التعويضات العادلة بشكل شفاف للجميع وضمان عودة السكان المطرودين الى ديارهم في اسرع وقت ممكن حد من السادة المشاهدين ممكن يطرح تساؤل يقول انا اضمن منين ان كلامك هو الصح او ان هيومان رايتس ووتش هي اللي بتقول الحقيقة ليه ما صدقش عمر ولميس ليه ما تبقاش الدنيا زي الفل في سيناء وانتوا اللي مصدرين صورة سيئة انا اقول لك المشكلة السؤال اللي بيطرح نفسه هو ليه ما فيه الشفافية ليه النظام في مصر ليه الحكومة في مصر ما بتطلعش تقارير اعلامية ما بتعملش حملات اعلامية ما بتنقلش الناس دول الموزعين دول ينقلوهم نقلا علشان يغطوا ميداني تقارير حية من سيناء عشان يقولوا للناس يوروهم هل يجرؤ عمر او لميس او غيره انهم يروحوا يعملوا تقارير مثلا في رفح في بير العبد يصور حي من هناك يستعرض مع الاهالي يعمل فوكس بوبس ياخد قراء الشارع السناوي في اللي بيحصل يسألوا عن العملية الشاملة هل يجرؤ احمد موسى او نشأة الديه او غيره او غيره انه يروح يعمل تقارير ميداني من هناك هل في مرسلين وخلي بالك دي ارض الفيروز يعني سيناء قطعة حيوية وغالية من ارض الوطن دي سال فيها دماء ازاي قطعة زي دي مهمة في بلدك انت بتصدر فيها اوامر بحظر النشر لو تفتكروا حضراتكم كان صدر قرار من فترة انه فيه اربع مواضيع هيصدر فيها حظر النشر محدش هينطأ فيها منها سيناء ومنها سد النهضة الملفات دي لازم تفتح لانه حق المواطن في المعرفة هو ابسط حقوق الانسان في اي دولة في اوروبا والدول المتقدمة في قانون اسمه قانون حرية تدول المعلومات انت كمواطن تستطيع ان انت بايميل كده تبعاته رسمي للحكومة تعرف الرئيس بياخد كام وبيقبط كام وكان مرتبه كام وكان دخله كام قبل ما يدخل الحكومة ودخله كام دلوقتي وسجله الضريبي وكل حاجة اي معلومة انت عايز تعرفها في الدولة بايميل يجي لك رد رسمي اسمه قانون حرية تدول المعلومات فين حرية تدول المعلومات في مصر اعتقد ده سؤال وحق من حقوق الانسان في مصر هل يترى الدولة هتقدر تتعاطى مع هذا اعتقد ان ده سؤال بيترحه المواطن ومن حق اي مواطن انه يطرحه في هذا البلد فاصل قصير نعود بعده لاستكمال ملفاتنا فابقوا معا